خلينا نحكيها بصراحة اليوم واحد من أصعب وأخطر يعني من أكتر مكان حساس في العالم هو منطقة أقل من كيلو مربع اللي هي القدس القديمة يعني كيلو أو كيلو وشوي مربع فيها أربع حارات حارة اليهود حارة الإسلام حارة النصارى وحارة الأرمن كل نزاع العالم حول هذه البقعة طبعا اليهود بقول إنه هذا مكان الهيكل وين موجود مسجد الأقصى والقبة الصخرة في نفس المنطقة منطقة مساحة يعني وتخيل كل مرة بفوت الجماعة المتطرفين اليمين من اليهود بفوتوا على المسجد طبعا بتولع الدنيا بتولع ليه لأن هذا يعتبر يعني أخص خصوصياتهم وأقدس يعني أقداسهم وهو من المقدسات الأساسية اليوم يعتبر هاي البقعة المسجد صار يعني مقدس أكتر من الكعبة وأكتر من المدينة المنورة تخيل هاي البقعة الصغيرة صارت أقدس بقعة في العالم فيه مكان هيكل يهود المسجد وفيه طبعا كنيسة القيامة مكان صلب وقيامة يسوع المسيح فتخيل ناس بتفوت مسلحة على المسجد أو على الهيكل أو حتى على كنيسة القيامة وعلى طول عندنا الناس أنواع عندنا ناس اللي دمها حامي تثور مباشرة ضد هذا العدوان وطبعا بتحدث الثورة وعندنا الثورات بتحدث مثل شرب المي حبيت أجيب هاي الصورة عشان تتخيلوها أنه كيف بلاتوس دخل يعني أقدس مقدسات اليهود لجوة يعني وين يعني الزبايح يعني مش في الدار الخارجية في قلعة أنطونيا قلعة أنطونيا اللي بناها يرودوس الكبير هي تطل على دار الأمم على الهيكل وبشوف شوي منها الأروقة رواق سليمان رواق النساء وأروقة كثيرة ولكنك تدخل جواه وفيه آرمة فيه يافطة على الحاجز يسمى هذا الصور الحاجز اللي هو ممنوع دخول الأمم فكم بالحارة جيش برموز رومانية دخلوا المنطقة اليهودية مكان الخزنة جوها عند اليهود ومكان الذبائح إذا كان من بر يعني فيه مذبح النحاسة وين بيقدموا الذبائح في الدار الخارجية فتخيل أنه فاتوا لجوة نفس الشي اليوم لما الجيش بفوت على المقدسات وبيعتقلوا بيضرب وبيقتل فشو بيكون الوضع؟ بيكون مأساوي هذا ما حدث بالزبط فالمسيح عنده رؤية أكبر عنده رؤية أوسع من هذا الموضوع المسيح ما تطلعش على الهيكل ولا الكنيسة ولا المسجد ولا الناس ولا الأرض ولا هذه ما تسمى بين كسين المقدسات المسيح كان مركز على النفس البشرية هي أقدس أقدس الله لأن النفس البشرية خالدة لأن النفس البشرية مخلوقة على صورة الله وشبهه في الصورة الأدبية الروحية أقصد لأنه الله ملوش شبهه ولأنه موضوع محبة الله الله حب الإنسان هذه طبيعته الله محبة من قبل ما يخلق الإنسان ومن قبل ما يرتكب الخطيئة لأنه موضوع فداء الله وموضوع كمان عناية الله واهتمام الله فإذن الإنسان هو أهم ما في الوجود وهي اللي ركز على يسوع رح للسامرية رح للكنعنية رح من مكان إلى مكان لأنه كان بهم النفس البشرية مركزش على موقع على مكان على هيكل كما نرى في هذه الأيام فإذن أحبائي كان أمر صاعق بالنسبة لليهود لأنه كان جواب المسيح على موضوع العدالة اللي بحسب عدالتهم أو بحسب الكوارث الطبيعي اللي حدثت بحسب تفكيرهم اللي عملوا بيلاتوس في الهيكل أو الظلم الاجتماعي أو الكوارث الطبيعية كان يسوع المسيح مركز على البرنامج الإلهي كان مركز على الرؤية الإلهية على الإرسالية الإلهية مثل ما ذكرت عامل مع النفس البشرية نفس الإنسان أهم من كل الأراضي في الوجود أهم من كل الهياكل أهم من كل الكنايس أهم من كل المساجد وبتأمل إنه تفهموني النقطة اللي عم بتكلم عنها إنه نظرة الله لنفس الإنسان أهم من كل هذه الأمور اللي ناس عم بتموت من أجلها وعم بتعيش من أجلها وعم رجال الدين عم بصوته من أجلها حتى يضلوا في الحكم مش على أساس يكون فيه سلام ويحل السلام بين الجميع فالإنسان هو قدس أقداس الله اليوم الناس بتتعامل مين الصح ومين الغلط تعرف حبائي بالنسبة لي يسوع المسيح النفس لدرجة قال ماذا يجدي النفع لو ربح الإنسان العالم كله العالم كله بكل الأراضي بكل الذهب بكل الثروات بكل الإمكانيات بكل الكنايس في العالم بكل المساجد بكل الهياكل بكل المجامع اليهودية بكل الهياكل الغير الديانات التوحدية كما تسمى بالنسبة للرب هو أنت نفسك غالية عزيزة جدا على قلب الرب ألم يقول الكتاب في سفر هوشع يتكلم عن الرب يهوة إني أريد ذبيحة ومعرفة الله إني أريد رحمة لا ذبيحة آسف أريد رحمة لا ذبيحة هوشع صح 6 أي 6 ومعرفة الله أكثر من المحرقات يعني الناس عم بتحاول تضحي فداك وبتفدي واي بالنسبة لأ الله الرحمة أهم من كل هل موضيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر